وإنه لا يخفى على الجميع أن المهمات العظيمة تحتاج أو يختار لها الإنسان العظيم والمهم ولكي تتحقق أهداف هذه المهمة لا بد أن تمر من عقبات ومن ابتلاءات وهذا هو الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى قومه وقد هيأه الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر فقاله ما يقع لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك بل حتى إن ورقة ابن نوفل هيأه لذلك ونبأه بذلك فقال يا ليتني كنت فيها جذعا أو حيا حتى أنصورك إذ أخرجك قومه فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو مخرجهم قال نعم ما من نبي أتى بما أتيت به إلا وقد أخرجه قومه عندما تنشف السيرة وتنشف ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من ألوان وأصناف الابتلاءات هذا يجعلنا إن شاء الله تعالى نحن الورثة يعني الدعاة إلى الله تعالى لا بد للدعية أن يلقى ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعرض لتلك الابتلاءات التي ولا بد تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم ما يخاف أو ما نخشاه على الدعوة وعلى أنفسنا في قضية الإغراء إن الله تعالى في القرآن يقول وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَ غَيْرَهِ وَإِذَا لَتَّخَذُكَ خَلِلًا من التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الدعاة وهو قضية إرضاء السامع حتى يكون كلامه مقبولا وإن كان ذلك على حساب الثوابت وعلى حساب ما أجمع عليه العلماء وعلى حساب ما تلقته الأمة بالقبول قديما كل ذلك يزول والعياذ بالله ولا يثبت الداعية مع الأسف أو العالم في هذه المواطن فيحاول قدر الإمكان أن يلوي أعناق النصوص لكي يلبي هذه الرغبة وهي مع الأسف وإن حاول وإن حاول فإن كما قضى الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى ماذا تتبع ملتهم